ما أدري أنا أخذني أنا أرجع إلى أحد تصريحات الشيخ حمد إسنان الشيخ الفاضل حمد إسنان بعد انتخابات المجلس المبطل الأول كان مقابلة صحفية شهيرة في ذلك الوقت تحدث تحديداً عن الدائرة الأولى ذكر أن المنطق يقول أنه يفترض أن يكون عدد نواب السنة في الدائرة الأولى ست نواب إلى أربعة من الأخوة الشيعة أو سبعة سنة إلى ثلاثة شيعة الدائرة كانت معكوسة فهم يصعدون سبعة ونحن ثلاثة ولذلك حينما بدأت العمل قلت لابد من قلب هذا الميزان الخاطئ وإعادة صياغة المعادلة اليوم تعتقد أكو تحرك من هذا القبيل قاعد يصير في الدائرة الأولى لقلب هذه المعادلة لأقرها وأكدها بنفسه الشيخ حمد إسنان لا أرى لا أرى أي تحرك فيها قد يكون الرقبة قد تكون اليوم شو ما تقصد الرقبة قد تكون يعني الرقبة عند البعض أنه والله يفوز عدد من السنة مساوي لعدد الشيعة قد تكون يعني هذه أمنيات قد يكون أيضا من يرى أنه والله هناك يفوز السنة أكثر من الشيعة بحكم العدد لكن في تنظيم معين وهذا ما أشوف ترجمة نانسي قنقر